السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا الليلة نتحدث فيه عن البحث عن شغل البحث عن الشغل هو هاجس يقد الكثير من الشباب والطلب والخريجين قصتنا لهذه الليلة قصة واقعية بطلغ اسمه المهدي المهدي حاصل على الاجازة ويبحث عن عمل انه ينتمي الى اسرة اجتماعية بسيطة تقطن في احياء شعبية والده كان مقعدا امه شغالة في البيوت له ثلاث اخوات الكبير منهن انقطعت مبكرا عن الدراسة لتعين الاسرة وتساعدها واشتغلت مزيدة عرائس كوافرة والاختين السعيرتين لازلت في سنة مدرس المهدي كان دوما هو الامل الذي يعمر قلب العائلة لانه الدكر الوحيد الذي يحفظ اسم العائلة وهو الذي يحتضنها واذا كبر واشتغل فانه الذي يصرف عليها كانت الام تقول يا ابني انصرف الى دراستك وانشغل بكتبك لا تهتم باي شيء سوف اوفر لك كل طلباتك الام تشتغل بالبيوت وتجمع الدراهم لتوفر حياة مستقرة لأسرتها سنة بعد سنة من النضال والكفاح والجد والاشتهاد نجح المهدي وحصل على شهادة الاجازة وتمنى ان يحصل على عمل كما يفعل جل الشباب فانه يتبع السبل المتاحة للبحث عن عمل الطريقة هي انه يكتب مجموعة رسائل او بطاقات للتعريب نفسه ويكتب طلبات شغل ويطرق ابواب الادارات والمؤسسات والشركات كان المهدي كل يوم ينصرف مبكرا بعد ان يصلي الفجر ويسلم على الوالدة وعلى العائلة ويلبس اجود ما عنده ويحمل حقيبته فيها شهادته المحصل عليها وعلى طلبة خطية موجهة الى بعض المسؤولين في الادارات ويتقدم بالطلب للعمل شهور تلو شهور ثم سنين تلو سنين ولا زال المهدي على حاله يطلب عملا ولكن لم يجد مرت الايام فبدأ اليأس يدب الى قلبه بدت الاسرة تشعر بصعوبة الحياة ومشقة الحياة لان الاسرة كانت تتمنى ان المهدي سوف يعمل مباشرة بعد التخرج وسوف يحصل على وظيفة وعلى اجر محترم وسوف يغيرون السكن ويقتني سيارة ويضعون اتتا جميلاً ويقدون سفر عطلهم في سفر جميل كل هذه الامال وهذه الطموحات بدأت كأنها صراب في الخيال الايام تمضي المهدي احب فتاة وكان ينوي الزواج بها كان بينهما علاقة عاطفية ويقول قريباً سوف اعمل وتأقدم لخطمتك الايام تمضي والشهور تمضي والسنون تمضي كلما نظر المهدي الى صورته في المرآة الا وكان يرى انه صار ربما هناك شعيرات بيضاء بدأت تغزو شعره وتجاعيد من هنا وهناك حتى ان هذه الفتاة صارت تضغط عليه وتقول لقد جاءني خطاب ووالدي يفرض علي ان اوافق اين انت يا مهدي اين هو العمل وهو ينتظر ينتظر وفي يوم من الايام علم بان خطيبته انصرفت عنه وخطبت لغيره وتزوجت بغيره يوم العرس عرس خطيبته كان يوماً مشؤوماً بالنسبة اليها كان فرح زفاف ودفوف ومزامير ونواقيس وغناء وطرب والمهدي كان يتسكع في الطرقات المجاورة لبيت العروسة ويندب حضه التعيس ويخاطب القدر لماذا انا هكذا لماذا كل الابواب مغلقة لماذا كذا وكذا اخيراً بعد ان دب الياسو الى قلب المهدي وصار يجلس في الطرقات وعلى المقاهي حتى انه لم يعد يجد ثمن القهوة فماذا يفعل فكر في شيء اخر فكر انه يهاجر خارج ارض الوطن مدام ان الاوضاع تبدو هكذا ربما جد مقلقة لماذا لا يسافر خارج ارض الوطن يبحث عن عمل بدأ يفكر في عقود عمل بعضها في اوروبا وبعضها في في الخليج وصدم بان هناك سماصرة سماصرة يستغلون الشباب الذين عندهم نوع من الاستياء ومستعدون لاي شيء يقدم اي ثمن من اجل الحصول على تأشيرة السفر وعلى عقد عمل لكنه تعرض للنصب والاحتيال باعت امه ذهبها ومدخرة العائلة كلها صرفت من اجل ان يحصل على عمل لكن دوما يتبين له بان هناك سرب ففكر مع بعض اصحابه انهم يهاجروا الهجرة هجرة سرية فكروا بان هناك طريقة معينة في قارب مطاطي ممكن ان يسافر بها ويهاجر الى الضفة الاخرى وهناك يحصل على عمل ويحظى بحياة كريمة انه يتابع الاحداث في العالم الغربي في الضفة الاخرى حيث العيون الزرق والشعر الاشقر والحياة الديمقراطية وحقوق الانسان والنعيم والامن والاستقرار والرياضة والفن والثقافة وكل شيء فلماذا يبقى هنا اراد المهدي ان يسافر ولكن ماذا يفعل جاء الى امه وابيه واخبرهم بانه قد حصل على على التأشير وعلى عقد عمل وانه سوف يسافر الى اوروبا وانه اتفق مع المسؤولين وانه سوف يأخذ الاسبوع المقبل الطائرة فريحة الام وسر الاب واخواته البنات سرن يزغردن يرفعن اصوتهن بالزغريد اخوهن اذا اخيرا حصل على عمل لما كان يعد عدته ولم يخبرهم بانه سوف يسافر عن طريق قوارب الموت بدأ يعد العداء وجمع ملابسه تلك الليلة كانت ليلة جميلة الليلة فيها دموع وفيها فرح المهدي سوف يسافر وقد حصل على رغبته ولكن هناك بكاء الفراق الام تعد له ما يحتاج اليه في هذا السفر اخواته البنات كل واحدة منهن تعد له شيئا الكبرى جاءته بملابس داخلية وادوات حلاقة وبغفة رائحة طيبة لكي يستعملها الاخت صغيرة جاءته بدمية ننوس صغير لكي يتذكرها والده المقعد المسم اعطاه مصحف صغير كان يخبئه في تيابه قال خذ معك هذا المصحف اما المهدي فماذا كان يخبئ كان يخبئ لما جمع حقيبة ملابسه من بني الامور التي جمعها واحبها العالم الوطني اي نعم عالم وطني احمر بداخله نجمة خضراء ترمز الى اركان الاسلام الخمسة واللون الاخضر يرمز الى الارض الخصبة المعطاءة والدم الاحمر يرمز الى الدم نفذ هذه الارض بدمائنا عانق الراية المغربية وتدتر بها واخذ صورة جماعية مع العائلة اخر وداع امه اهدته قبلات واهدته عناقات ثم اخذوه في سيارة لبعض الجيران حتى اوصلوه الى رصيف المطار عند المطار اخذ حقيبته الصغرى وهناك حقيبة اخرى في ظهره ودعهم عند باب المطار وهم ظنوا انه سوف يقله طائرة سيسفر عن طريق الطائرة لكن خدعهم حتى انصرفوا ودعهم ثم وجد سيارة اخرى تنتظره قرب المطار لكي يذهبوا معا الى مكان غريب وبعيد منه سوف ينطلقون الى الرحلة رحلة الموت رحلة قوارب الموت عن طريق القارب المطاطي فعلا وجد تلة كبيرة من الشباب مثله يائس كلهم ارادوا ان يهاجروا فلما وصلوا الى ذلك المكان بقوا تقريبا يوما يوما بدون سفر القفطان يقول بان الامواج عاتية والبحر غير مستقر انتظروا قليلا حتى تهدأ الامواج اكلوا القليل وشربوا قليل وشعروا كأنه في سهم انتظار هذه الرحلة في اليوم التالت بدأت الرحلة الامو والابو والاخوات ينتظرون ان المهدي سوف يصل الى اوروبا وسوف يكلم هناك بالهاتف ويطمئهن عليه لكن لم يتصل انطلقت الرحلة في القارب المطاطي وبدأت تعبر امواجا عاتية وكان يحلم وهو في طريقه انه سوف يعانق ارض الحرية وانه سوف يدخل الى الفردوس المفقود لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن كانت صاعقة كبيرة وجاءت العاصفة والامطار العاتية ومن تم انقلب القارب وكل من كان فيه صار تحت اعماق البحر تقناقلة الاخبار بان هناك قاربا فيه مجموعة من الشباب ما يربع عن الاربعين قد توفوا واذا بالاخبار تصل الى عائلة المهدي بان المهدي لم يسافر في الطائرة وانما سافر عن طريق القارب المهدي اخته الكبرى بدأت تتحرى ذهبت الى ارض المطار تسأل فلم يسجل هذا الاسم عندهم في سفر العادي في المطار فعلمت بان اخاها قد غامر بنفسه وبعد اجراءات طويلة وتدخل رجال الانقاذ نقض هؤلاء الشباب وكان من بينهم المهدي كان ضحية وانه في البحر دفن ولفظة الامواج لما جاءوا به الى ارض المغرب الام تبكي والابو الذي كان مقعدا اراد ان يقف من شدة الحزن واخواته التي ودعنه بالزغريد سرنا يندبنا الخدود وينتفنا الشعور ويدربنا بالصدور كان الما عظيما من بين الامتعة التي حصلوا عليها وسلموا اياها حقيبة المهدي فيها المصحف الشريف الذي سلمه ابوه فيها بعض اغراضه وفيها العلم الوطني العلم الاحمر الذي بداخله نجمة خمسية خضراء رأت الاخت ذلك العلم بكت كثيرا يوم الدفن كان يوما اليما كأنه عرس عازب توفي غرقا في المياه والناس يرددون الصلاة على النبي المختار وحينما دفنوه جاءت الاخت بالعلم الوطني الاحمر الذي تتوسطه النجمة الخضراء الخمسية وضعته فوق التابوت الاخضر بدأت تبكي وكتبت على تابوته مات المهدي وعاش الوطن مات المهدي وعاش الوطن قصة أيها الأحباب الكرام حقيقية وواقعية تحمل الكثير من الدلالات ومن العبر ولعلها تكون درسا بليغا لنا ولكل المستمعين وللمسؤولين في هذا البلد الأمين لكي نضع اليد في اليد من أجل إنقاذ هذا الوطن وراية الوطن ومصير الشباب حتى يحضوا بالعمل والشهل ويحضوا بالكرامة والعزة في أرض الوطن نبقى مع فاصل ثم نعود لنواصل ونناقش وإياكم مضامين هذه القصة فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة